موسيقى حركة من أجل مقاطعة المناصفة وواصل عملي من أجل إعمال حقوق الإنسانية للنساء عندي موقع مدنية حقوقية دائماً في هذا الموقع يعني الكسكتي هي دائماً مرة حقوقية نسائية وأشتغل في إطار المجتمع المدني وليس خارج المجتمع المدني في إطار المجتمع المدني تبعناك في المرحلة الأخيرة درتي واحد المصار من وجدة فيقيق العيون الحوسي ما تطوان ألا يرهقك هذا المصار كله وأنت فاعل مدنية حقيقة دائماً مجموعة صديقات يقولون لماذا الحركة من أجل مقراطية المناصفة تتحرك بشكل مكتف خاصة في الضرفية لأنها هي حركة طبيعتها الحركة أنها تشتغل فأقول بأننا إيماننا بالقضية لأنه إعمال حقوق الإنساني النساء وخاصة في الجانب اللي كانت تشتغلوا فيه بشكل كبير اللي هو الحقوق السياسية فهذا اللي كيدفعنا كيعطينا واحد القوة وكيدفعنا على الأساس أننا فهذا الضرفية بالضبط خسنا نتحركوا بحث شكل قوي طبعاً كيف ما قلتوا كان عندنا لقاء في جيك كان عندنا لقاء في جيك ثم لقاء في جيك ثم لقاء تاني اللي كان عندنا في العيون ومن العيون نمشينا الحسيمة أم الحسيمة وكان مرتقب أننا نكون في طاطا لولا أن ظروف دي الإخوان أخوات اللي كان المناظرين ومناظرنات في طاطا حالس دون أنهم يبرمجون لنا اللقاء خصوصاً أن أحد المناظرين وقعت له على مستوى العائلة دياله واحد الوفاة فبتالي رتعينا أننا نخليه بتطل الأسبوع الأسبوع المقبلة لماذا؟ يجب أن ندروا حملات متعددة من أجل التعريف بهذه المقصدية الجديدة دي القانون ونعبؤوا كذلك النساء ونقويوا القدرات ديالهم باش يستعدوا للمحطة الانتخابية المقبلة اللي هي على المشارف خلال هذا المناظر ديالكم تطاول من وجد العيون رجوعاً إلى الحسيمة تمت المصادقة على العديد من القوانين التنظيمية للانتخابات وكان عندكم موقف خصوصاً فيما يخص المناصفة النسائية كيف ممكنك تشوفوا هذا القوانين؟ هل فعلاً أنصفت المرأة؟ كيف ما تبعتم معنا وقدرنا واحد عديد من البلاغ أولاً هذه كثير من سنوات وهنا نستعملped على تصور كيفية من التعديل القوانين التنوى لا من المستوى القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ولا قانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين ولا قانون التنظيمي المتعلق بانتخاب بإنتخاب polar مجالس الجماعات الترابية ولا حتى القانون تنظيمين متعلق بالأحزاب السياسية ولا القانون اللي يعرف هو كذلك بعد تعديلات المتعلق بمدونة انتخابات وخاصة تعديل لوائح انتخابية بما فيها الغراف المهنية الترسالة القانونية اليوم هي مهمة واساسي لأنه هي أحد المداخل الكبرى لإعمال الحكامة لإعمال كذلك الديمقراطية وخاصة الديمقراطية التمتيلية وكذلك الديمقراطية التشاركية وهي المدخل الأساسي لإعمال المساواة من خلال تنصيص على الآلية أنا ويكون تفقين على أساس أن المساواة هو مبدأ هو مبدأ كوني هو مبدأ يجب أن يتجسد من خلال واحد مجموعة من الآلية لأنه كيف نقول المساواة كيف نحققها على المستوى الواقع من خلال تمكيل اقتصادي من خلال تمكيل سياسي من خلال تمكيل قانوني من خلال التمكيل المدني من خلال التمكيل الاجتماعي إذن المساواة يجب أن تتجسد من خلال واحد المجموعة من الأدوات والآليات والستراتيجيات والقوانين أحد الآليات ديال المساواة هو المناسبة هو أن يكون الرجال والنساء ممتنين داخل المجلس المنتخبة سواء وطنيا أو ترابيا بنفس الشكل هذه المناسبة ناظرنا عليها من قبل على أساس أن يجب أن تكون دستورية اليوم المناسبة بدأ دستوري الفصل 19 الفصل 164 وغيرها كتأكد على أساس أن المناسبة هي الآلية الأساس لإعمال المساواة لكن مني كانت جيوا قال 2011 دست دستور 2011 كانت للمحطة دي انتخابات 2015 محطة تانية قلنا أنا ذاك بأن لا يجب التعجيل بإعمال المناصفة لأن خصها بروسوسيس خصها صيرورة اليوم بعشر سنوات بعد الدستور كانت تفاجئوا بأن هذه القوانين الانتخابية ما أعطاتش ما فعلتش ما ما حولتش الدستور إلى واقع وبالتالي وقعت ردة وقعت ردة عن الدستور ومرة أخرى الدستور تضمن المساواة والكليسس هناك إرادة سياسية حقيقية لإعمال الدستور نعم تكلمت على لا مساواة وفي واحدة تصرح ديلك السابق قلت بأن المغرب يعيش واحدة سابقة لا مساواة في الحقوق بالنسبة للمرأة هل ما زال هذا الوضع قائم طبعا بالدليل أننا المغرب تقدم لك هو بسيط جدا تقدم لك ومحسوب على رؤوس الأصابع نحن نتقدم بخطوات بطيئة جدا نتقدم بخطوات السلحفات رغم أننا عندنا تراكم المغرب ليس هو دول أخرى المغرب بالفعل عنده تاريخ نضالي فيما يخص الإعمال للحقوق الإنسانية للنساء وهذا الإعمال بدأ منذ مطلع الاستقلال لكن نتفاجأ نتفاجأ بأن وطيرة الإصلاحات وصيرورة إعمال المساواة بدأت تقل بدأت تعرف منحة آخر منذ 2011 لحنا لماذا؟ لأن إذا شفنا من 2000 و2011 هذه بلنا بأن هناك مسلسل مهم تعديلات اللي عرفتها قانون الأسرة تعديلات اللي عرفها القانون الجنائي تعديلات اللي عرفها قانون الشغل تعديلات اللي عرفها القانون الأحزاب السياسية أو ما يسمى بقانون تنظيم الأحزاب السياسية ولجنسة إلى قبة البرلمان وإلى الجماعات تغيرات اللي عرفتها كذلك المتاق الجماعي وغيرها 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 ولكن 2011 2021 هل يمكن أن نعتبر بأننا تقدمنا بالنفس الوثيرة؟ لا لماذا؟ لأننا كنشوف من خلال المؤشرات ومن خلال لغة الأرقام وقراءة هذه اللغة الأرقام خاصة تقارير اليوم مبقينش محتاجين تقارير المجتمع المدني اليوم أمام تقارير مؤسساتي تقارير الأجساب المدني المدني السامية التي تخطير تقارير المجلس الاقتصادي والجماعي الذي دقنا قوس الخطر فيما يخص الحقوق الاقتصادي والجماعي النساء أكثر من هذا نحن مرتبين على المستوى الدولي في المرتبة الثالثة في الأخر ليس في الأول في الأخر هذا المرتبة كان بالإمكان أننا إذا كانت هناك إرادة سياسية حقيقية أن يتم التعجيل بإقامة إصلاحات كبرى جائحة كورونا جات أشنو بيينت لنا الجائحة جات بيينت لنا بأن أول من تضرر من الجائحة هنا النساء وخاصة نحن نتواجد مدينة الضرب واش فكرنا في النساء اللي يخدمين في الحمام واش فكرنا في النساء اللي كانوا يبيعوا الخرقاء والمشطاء وكيبيعوا الفراشات واش فكرنا في النساء اللي كيمشي ويخدمو في الطيور بعد الجائحة كل واحد سد عليه بابو واش فكرنا في هاد النساء اللي عندهم طشمة ديال لولاد عندهم بزاف ديال لولاد وعندهم لبنات وهزين أثر ولكن مش فكرنا فيهم حتى المساعدات اللي تقدمت في تلت شهر اللولى في ديك الشهرين وثلت شهر اللولى واحد عديد النساء اللي كيعرفوا الهشاشة الكبرى ما قدروش يوصلوا لها علش ما قدروش يوصلوا لها لأن عود فكرنا بواحد المنطق ديال هو الرقمية فكرنا بمنطق أنا خصت عمر وخصت دين واش هي البعدة هادي كلمرة واش هي قارية واش هي عندها إمكانية ديال الوصول إلى الانترنت وهذا موضوع تاني أريد أن أناقشه متقبلا في إطار أي حقوق اقتصادي واجتماعية للنساء وخاصة النساء اللي كتعرف الهشاشاء الكبرى نرجع باش نقول بأن كانت محطة انتخابات والإصلاح هتترسان القانون اللي تكلمت عليها قبل واللي دابرها كتدوس مجلس المستشارين واش غتكون هناك إرادة للتحريف أولا اللي بغيت موضح للرأي العام هو أننا نحن كمجمع مدني وكحركة نسائية ما اكتفناش بالهضرة والكلام احنا قدمنا مذكرات فيها تعديلات في قلب القوانين ولكن هذه التعديلات هل أخذت بعيد الاعتبار لم تأخذ بعيد الاعتبار لأن لا توجد هناك مقاربة شاركية ولا يوجد هناك إرادة سياسية من أجل تفعيل المناصفة المبدأ الدستوري العاصيل نعم منك تتكلم بهذه الحرقة بهذا الواقع من أرقام اللي هي رسمية كيف ممكنك تتصور نتائج الانتخابات ديال 2021 أظن بأن وهذا من خلال الواقع كذلك إذا لم تتم تعبئة مجموعة من الإمكانيات إذا لم تتعبأ الأحزاب السياسية وفعالية المجتمع المدني سيكون هناك عزوف كبير سيكون هناك عزوف كبير لماذا العزوف لأن الناس كين مشكل كبير وهذه المسألة أنا ما كنقولهاش أنا حتى بنك المغريفة هذا التقارير السابقة خاصة تقرير 2019 قال بأن هناك غياب ثقة ما بين المواطنين والمواطنات والمؤسسات بصفة عامة وخاصة المؤسسات المنتخبة الناس ما بقيتش عندها ثقة في المؤسسات المنتخبة فجوجة الحواج إما سيتم شراء الأصوات واحد شكل كبير لأن الناس قد يبدأوا يقولوا هذو مستفدين أنا خصني ستنا نستفد أو سيتم العزوف وهذه من بين مسائل اللي كتوضح اللي كتزيد تقوي واحد الفكرة دي لأن هناك غياب التقى في المنتخبين وفي صناع القرار بحكم أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في ترضي والفاعل السياسي لم يعمل على خلق مسافات آمان من خلال وضع واحد مجموعة من السياسات التي تستجيب الحاجات المواطنين والمواطنين إذن ربما السؤال وش النساء قادات في ظل هذه الأزمة أنهم يقدموا إجابات على هذا الوضع الوضع أولا في جميع الدراسات والأبحاث تبينة أن النساء أكثر استجابة إذن عليك جميع الدراسات إذا رأينا كوسيان فامينا إذا نساء دائما يكونوا على استماع النبض الشارع الحاجات المواطنين والمواطنات أكثر رغبة ومعن ومعن النساء ومعن أكثر أن النساء دائما متواجدة أقل وتغيبا نرى واحد من المنتخبين والمنتخبات داخل المؤسسات ونقيم مستوى الحضور إذن هناك حضور كمي وهناك حضور كذلك نوعي كسؤال الأخير أستاذ خديجة يعني مني كانت تكلموا على حقوق النساء شكو لي معني بها بدرجة الأولى واش النساء أم الرجال أم أنه هذه العقلية الدكورية اللي ممكن لقوها عن جنسين معا مني كانت تكلم طبعا أنا لا أتفق معك جملة وتفصيل لأن العقلية الدكورية مش غير عند الرجال العقلية الدكورية هي كينة في الوعي الجمعي السائد داخل المجرم كتكون عند النساء والرجال وعند المؤسسات وعند حتى صناع القرار اليوم العقلية الدكورية وجدناها كذلك عند النخب اللي هي اللي كتصنع السياسات عند المشرع عند وحد عديد من المؤسسات إذن هذة العقلية الدكورية واش عند النساء آه عند النساء واللي كيصنعها شنو كتصنعها قنوات نشيئات الاجتماعية المؤسسات التعليمية الإعلام جميع المؤسسات إذن المرأة هي كذلك تستنبط هذه العقلية الدكورية لكني لا قوات القدرات ديالها ولا عرفت الأهمية ديال قيادة التغيير فهي كتساهم بالفعل في قيادة التغيير من أجل أن يكون المجتمع أكثر حدثة وأكثر تقدم اشتركوا في القناة